نسبة اليمنين الذين يعيشون في فقر مطقع سيتضاعف ثلاث مرات وسترتفع نسبتهم إلى 65 في البيان في العام 2022 وفقاً للبرنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة نتيجة استمرار الحرب الحالية في اليمن التقرير الدولي هو الثاني في سلسلة تبيان تأثير الحرب والنزاع المسلح على التنمية في اليمن في ظل الصراع تحرص ميليشي الحوثي على إدامته مستخدمة المدنيين دروعاً وأدوات للضغط والابتزاز لنيل مزيد من المكاسب وزير الخارجية اليمن في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي ومن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن بلاده تمكنت من كبح جماح وجنون الميليشيات الحوثية وأضاف الوزير اليمن أن الحرب فرضت على اليمن من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران قامت بتدمير كل شيء في اليمن بما فيها حق المواطنة وزير الخارجية اليمن حمل أيضاً مجلس الأمن مسؤولية إلزام الميليشيات الحوثية الانسحاب من الحديدة والضغط عليها لتنفيذ الاتفاقات الدولية التي لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ بنودها وسط تنصل وعرقلة واضحة للحوثيين في تطبيقها على أرض الواقع مؤكداً أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية بشأن التسوية الشاملة مرهون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العاصمة السويدية ستوكولم حول الحديدة وهو ما ينبغي الضغط بشأنه مشيراً إلى أن الحكومة لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل ويلتزم بالاتفاقات الجديدة ووسط تقاعس دولي واضح بشأن أزمة اليمن المستمرة منذ نحو خمسة أعوام فإن ميليشيا الحوثي وجدت البيئة والظرف المناسبين لمواصلة مزايداتها ومتاجرتها بقضايا الشعب اليمني تحت شعار الموت لأمريكا الذي لم يغني ولم يشبع بطون سبعة ملايين طفل يمني لا يستطيعون النوم بسبب الجوع وفقاً لمنظمة سام للحقوق والحريات